المبعوث الأممي ووزير الخارجية العمانية بحثان جهود التوصل إلى خلٍ سلميٍ شاملٍ في اليمن خوفاً من انتفاضة الشارع ميليشيات الحوثي تمنع المسيرات السلمية وتعتقل أكثر من ألف مواطنٍ في صنعاء وفي يوم المعلم العالمي المغلمون في مناطق سيطرة الميليشيات يعانون أوضاعاً صعبة التقى وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة لليمن هانس جروند بير في العاصمة مسقط وقالت وكالة الأنباء العمانية إن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في الساحة اليمنية والجهود المبذولة للتوصل إلى خلٍ سلميٍ شاملٍ يخدم مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار المنطقة تحاول ميليشيات الحوثي ترهيب المواطن اليمني من الخروج بأي مسيرةٍ تطالب بحقوقه أو تنديد بحكمها لصنعاء وذلك من خلال عشرات الأطقم التي نشرتها الميليشيات في شوارع العاصمة الصنعاء وهي خطوةٌ وصفها مواطنون برسالة تهديدٍ لمواجهة أي تظاهرات أو احتجاجات ضد الانقلابيين مسيراتٌ عفوية ومسيراتٌ سلمية ومسيراتٌ ينادي المارين بها بأبسط حقوقهم مسيراتٌ مسلحةٌ وبآلياتٍ عسكرية يقودها عناصر أبت قياداتهم على نهب المال العام والسطو على أكبر جزءٍ من حياة المواطن اليمني هذه هي صنعاء التي لم تعد مختطفةً فحسب بل وتعيش تحت سندان القمع والتهديد على مدى الأيام القليلة الماضية عملت ميليشيات الحوثي الانقلابية بجهدٍ واسعٍ منها على ترهيب كل من تسوي له نفسه بالخروج بمسيرةٍ يطالب فيها برد أبسط حقوقه إن تبقى منها شيئاً حيث انتشرت آلياتٌ عسكريةٌ لميليشيات الحوثي الارهابية تجوب شوارع صنعاء لتوجه رسالةً عقيمةً للمواطنين مفادها أن أي اعتصامٍ سيودي بكم إلى الاعتقال كما تحاكي الأيام القليلة الماضية أيضاً اعتقال نحو ألفٍ من الشباب الذين شاركوا في الاحتفال بالذكرى الحادي والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر لذا تأتي الدوريات العسكرية الحوثية اليوم في صنعاء لتكمل الرسالة التحذيرية من المشاركة بأي مسيراتٍ حتى وإن كانت سلمية هذا وأدانت الحكومة اليمنية اعتقال الميليشيات الحوثية لهذا العدد من أبناء مدينة صنعاء ومناطق سيطرة الانقلاب موضحةً أن الميليشيات استحدثت في نهاية سبتمبر المنصرم عشرات من النقاط العسكرية لتفتيش السيارات والشباب الرافعين لعالم الجمهورية التي رأت الميليشيات من رفعه مؤامرةً خارجية وجريمةً يعاقب مرتكبها بمصادرة حريته وإخفائه قصرياً الميليشيات الحوثية تعتقد ومن خلال تغييراتها الأخير على ما تسميه بحكومة الانقلاب بأنهم امتصاص لغضب الشارع وسيوقف أي مسيرة ربما قد تحدث بينما يره مهتمون ومحللون سياسيون تأكيداً على فسادها وفشلها في إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها خلال الثماني سنوات الماضية من عمر الحرب تستمر ميليشيات الحوثي لتمرير صفقات عبر المبادرات الإنسانية هذه المرة صادرت عدداً من الأجهزة والمعدات من مستشفيات القطاع العام إلى قطاع صحي خاص تابعاً لقياداتها أيدي حثية تمتد إلى ما وراء الجوع والفقر وتسهدف في كل خطوة من خطواتها شيئاً مما تبقى من الخدمات الأساسية التي تدعم بمساعدات من المنظمات الإغاثية ففي استغلال واضح من الميليشيات للجوانب الإنسانية تعيش المناطق المسيطر عليها انقلاب الميليشيات حالة أشبه ما تكن بالموت البطيء منذ ساعات الانقلاب الأولى ففي حضرة الدمار وفي ظل غياب التنمية وحتى أبسط الإحتياجات الأساسية لا ترى إلا السلب والنهب والجبايات فضيح متعددة تتكشف وحدة تلو الأخرى كان أخيرها نهب الميليشيات لمعدات صحية وبيعها لاستخدام العائدات المالية في مشاريع خاصة بقياداتها أو ربما نقلها إلى مستشفيات ومشاريع طبية تتبع الميليشيات فبحسب الكثير من المصادر الطبية التي أكدت لعدد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية إقدام المنتحل صفة وزير الصحة في حكومة الانقلاب على مصادرة معادات طبية حديثة ونقلها إلى مستشفيات خاصة مقابل حصوله على 30% من إرادات المستشفى تطول التفاصيل والأرقام عند الحديث عن هذا الأمر الذي ما ظهر منه تخفي الميليشيات أضعافة بعد نقلها للمعدات والأجهزة الطبية بشكل سري يتنافى مع القانون والقيام الإنسانية فبحسب ذات المصادر نهبت الميليشيات ما مقداره 14 حضانة أطفال وثلاثة أجهزة سونار وخمسة أجهزة مخبرية بينما صودر من أحد المستشفيات الجامعية ما مقداره 23 سريرا طبيا حديثا وأجهزة كشف تلفزيوني حديثة ومحليلة تعقيمية وحقائب طبية بلغت 16 حقيبة قدمتها منظمة الصحة العالمية يقدر سعرها بنحو 250 ألف دولار هذه الجرائم والفضايح التي تكشفت ستزيد من معاناة المواطن الذي غاب عنه الغذاء والدواء وهي الميليشيات تحاول مصادرة حقه في الرعاية الصحية لتغيب عنه دور المستشفيات العامة وتبقيها خوية من كل ذلك الكم الهائل من المعدات ولا تتوفر فيها حتى أبسط الأجهزة الطبية بينما لا يلح في الأفق سوى معاناة لا نهاية لها يحتفي العالم في الخامس من أكتوبر بيوم المغلم تقديرا لجهوده في تنشئة الأجيال لكن في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية يعيش المغلم في كل غام حالة أسوأ من سابقاتها بينما يحتفي العالم بيوم المعلم تتعدد انتهاكات الميليشيات الحوثية والتي لم تكتفي بترك المعلم يؤدي رسالته في أوقات كثيرة من دون مرتب لكنها عمدت إلى تضييق الخناق عليه وتركته يكابد مر الحياة ويعمل في بيئة تفتقر إلى أبسط الوسائل والبنية التحتية التعليمية وامتدت هذه الانتهاكات إلى إرغامي على اتباع نهجها الطائفي والسلالي في صورة تجسد بشعة هذه الميليشيات وخطورة ما تقوم به من غسل لأدمغة الطلاب بإحلال معلمين يتبعون لها ورفضهم بمناهج تعليمية لا يقدمون فيها سوى العنف والكراهية قطع ميليشيات الحثي لأجور المعلمين ومستحقتهم المالية وإجبارهم على التخلف عن أداء مهامهم وإجبارهم أيضا على تلقي دورات طائفية ليست وحدها هي أوجه معاناة المعلم فكما تؤكد الكثير من الوقاع والأحداث تعرض عشرات المعلمين للاعتقال والتعذيب والمحاكمات تشير بعض المصادر الحقوقية صدور أحكام بالأعدام بحق بعضهم في مناطق سيطرة الميليشيات مما جعل من العملية التعليمية محط انهيار مستمر وتسرب ملايين الطلاب من المدارس وإجبارهم على التجنيد الإجباري وسغلالهم في الأعمال الشقة الميليشيات الحثية تمعنوا في إدلال المعلمين في مناطق سيطرتها فمنهم من شردتهم الميليشيات من سكناتهم المدرسية والجامعية وأجبرتهم على مغادرتها لتستخدمها لأغراض تجارية وسياسية بتواتء مع مديري المدارس تابعين للميليشيات ومنهم من أجبرته الظروف على الانتحار بعدما ضلقت به الأوضاع المعيشية والاقتصادية ويبقى المعلم في معاناته متى ما بقيت الميليشيات آملا من الجميع إنهاء انقلابها بحث الأمين العام للمجلس المحلي في عدن بدر معاون مع مستشار السياسات من منظمة الهجرة الدولية حميرة تشيما بحث تدخلات المنظمة وتداعيات الإنسانية والاقتصادية للهجرة غير الشرعية بالمحافظة وتطرق الجانبان إلى الوضع الإنساني في ظل استمرار توافد النزوح الداخلي والهجرة غير الشرعية من القرن الإفريقي على المحافظة وإشارة معاون إلى التخديات والمعاناة التي توجهها المحافظة في ظل الأزمة الإنسانية التي تسببها أزمة الحرب والحاجة الملحة لمعالجة أوضاع وقضايا المهاجرين ومساندة جهود السلطة المحلية بالمحافظة عقدت اللجنة الأمنية اجتماعا لمناقشة إقرار منع حمل السلاح وكذلك الدراجات النارية بكل أنواعها ودعت اللجنة ملاك الدرجات النارية بسرعة إخراج دراجاتهم من عدن حتى لا تتم مصادرتها بهدف تعزيز عمل المنظومة الأمنية واستكمال الاستقرار في المدينة عقدت اللجنة الأمنية اجتماعا لمناقشة إقرار منع حمل السلاح وكذلك الدراجات النارية بكل أنواعها في أوساط المدينة هذا الاجتماع سيطرق إلى الخطة الأمنية التي وضعتها إدارة الأمن مثلا بالأخر مدير الأمن ونحن حريصين إلى أن نكون اليوم اجتماع حام ونناقش كل المواضيع الأمنية المتعلقة بحمل السلاح وإيضا الدراجات النارية التي أصبحت شكل خطر على أمن واستقرار العاصمة عدن اللجنة الأمنية حسب قولها أكدت أن هذا العمل استباقي لتأمين المدينة من خطر يهدد استقرارها ومن خلال هذا الإجراء ستعمل على ضبط الجريمة وتمنع إعادة سيناريو العمليات الإرهابية التي كانت تستهدفها في السابق في آخر إحصائيات لدات أمن عدن كانت هناك مؤشرات حول هذا الجانب وكثير من القضايا الجنائية التي حدثت لذلك البحث عن شعور المواطن والمرء بالأمن الأمن هو السبيل الذي يسعى إليه دائما بهادة أمن عدن إلى تحقيقه من أجل مسلحات المواطن في عدن نظرة أمنية أن السلاح وأيضا الدراجة النارية كانت تسببت كثير من الحوادث ومن القضايا الجنائية والذي كانت تتحول إلى عصابات مسلحة والكثير من المشاكل الذين نعاني منها فهذا هنا الآن وقفة جادة من قبل الأمن جهاز الأمن وكل الجهات العسكرية والأحزمة والقطاعات وأيضا الدفاع جميعا نشكل بوتقة واحدة للوقوف ضد هذه المظاهر الغير مستحبة لأن عدن مدينة حضارية ذات طابع مدني أجهزة الأمن أقرت أن يعطى لملاق الدراجات مهلة حتى منتصف الشهر الحالي لإخراج دراجاتهم من عدن بكل أنواعها علما بأن الأجهزة الأمنية في وقت سابق قد عملت حملة واسعة لمكافحة الدراجات واستثنة الدراجات ذوات ثلاث عجلات صالح نش ألغد المشرق عدن نشر متواصل وفي بعد الفاصل محافظ حضر موت يكرم قدام الكوادر الصحية موسيقى تفقد وزير الأشغال العام وطرق سالم الحريزي وفريق متابعة المشاريع في مكتب النائب أبو زرع المخرمي مشاريع الطرق الجاري تنفيذها في مدريتي زنجبار وخنفر بمحافظة أبيان واشدد الحريزي على المقاولين بأن يكون تنفيذ هذه المشاريع وفق المواصفات المتفق عليها لما لها من أهمية في تسهيلات أو تسهيل تنقلات حركة المواطنين الذين يمرون عبر محافظة أبيان كما تفقد وزير الأشغال أعمال الشق في طريق باتيس رصد مبديا استعداده للإسهم في أعمال الشق والسفلة على وفق الإمكانيات المتاحة لدى الوزارة لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي التقى محافظ حضر موت مبخوت بن ماضي رئيس محكمة السيناف حضر موت القاضي محمد فارج سبيتي لمناقشة أوضاع السلطة القضائية وسبل الكفيلة بتعزيز استقلاليتها وجرى خلال اللقاء التوافق لتعزيز دور القضاء وتطوير مستوى الأداء القضائي بما يسهم في دعم رجال العدالة لإنصاف المواطنين وأشهد المحافظ بجهود السلطة القضائية والدور الذي تطلع به في تحسين الأداء القضائي أقيم بمدينة المكلة حفل تكريمي لعدد من منتسبية القطاع الصحي من الرغيل الأول وأقيم الحفل عرفانا بجهود الكوادر الطبية في مجال الخدمة الصحية والإنسانية في المحافظة طوال العقود الماضية عرفانا بجهودهم في نصر الأمل على الألم حفل تكريمي هو الأول من نوعه لأوائل الكوادر العاملة في القطاع الصحي الحفل نظمته النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بمحافظة حضر موت نظير ما قدموه من خدمات في المجال الصحي والإنساني نتكلم اليوم في هذه الحفل البهيد عن نجوم ساطعة وقواما بارزة أثرت بصماتها على ما نحن عليها اليوم نتشار بجمعات الصحية والطبية في ربوب حوض حضر موت ونحن اليوم نقربهم ونتكرم بهم هم الأباء لنا جميعا اشتقلت هنا في عدة محافظات وليس في حضر موت فقط نعم اشتقلت في مستشفى أبيا كان مستشفى يسمونه مستشفى المخزن واشتغلت في منطقة اسمها الحد عام 72 في الوقت الذي كان ما فيه طريق إلى الحد ولا عندهم لا مدرسة فالحمد لله يعني وأشكر يعني السيد المحافظ الرجل الخلوق الرجل الطيب الذي يعني قام بالواجب يعني رغم مشاغله الكثيرة فحفظه الله وإزاه الله خير والله انطبعنا حلو وكويس يعني باللفة الكريمة هذه انه سنين ما حكر رمحنا سنين نسغل في الصحة في الوديان في كل مكان ولا حلفة النعم محافظ حضر موت مبخوت بن ماضي وجه بحصر الرعيل الأول في قطاع الصحة في عموم المحافظة ومنحهم إعاشة شهرية تقديرا وعرفانا لما قدموه من خدمة للمجتمع طوال العقود المنصرمة الطبيب هو مكرم في مجتمعه ليس بهذا التكريم الذي نقيمه الطبيب دائما مكرم في المجتمع من عهد الأطباء جالينيوس وابقراط وابنسينة والرازي وجميعهم أنا اليوم أقف حائرا سادرا أقلب طرفي بين السماء والأرض لعلي أجد من يقول أو يذكرني بهذه المستشفى عندما كانت المستشفى الوحيدة وكان عبق المكلة وبحرها وعبق النظافة الذي يبعث منها يذكرنا جميعا عندما كنا صغارا ويذكرنا بهؤلاء الشيوخ عندما كانوا شبابا منظم الحفل والمشاركين فيه أشادوا بتضحيات رسل الرحمة من الرعيل الأول الذين ما تزالوا بصماتهم خالدة حتى اليوم وجرى في ختامه تكريم كوادر حضر موت الأوائل الذين عملوا بشرف وإنسانية وأفنوا سنوات أعمارهم في التخفيف عن آلام المرضى عيد رس الخليفي لقناة القدر المشير نهاية النشرة وحدثت كيرون بإبرز العنوي المبعوث الأممي ووزير الخارجية العمانية بحثان جهود التوصل إلى حل سلمي الشامل في اليمن خوفا من انتفاضة الشارع ميليشيات الحوثي تمنع المسيرات السلمية وتعتقل أكثر من ألف مواطن في صنعات وفي يوم المغلم العالمي المغلبون في مناطق سيطرة الميليشيات يعانون أوضاعا صعبة اشتركوا في القناة